ناس كتير استغربت ليس في الجزيري ما بدأش مباراة بوسليم مع الزمالك كانش فيه مهاجم أصلا يعني لا سيف ولا ناصر ولا سامسون بدأ والمباراة وما اللي كان بادئ المباراة اللي طلع ان اللاعب مش في فورمة كويسة على المستوى البدني وهو راجع من الاصابة لكن الحقيقة مختلفة تعال اقولك القصة باختصار ان الكابتن معتمد جمال شايف ان الجزيري الفترة الأخيرة مش مركز في التدريب ومش بيطلع كل اللي عنده في التدريب واللاعب خلال الفترة الأخيرة ومنذ استبعاده من مباريات كثيرة مع أسوريو ما كانش مركز وده واضح من خلال مجهوده اللي قاله بشكل كبير وحماسه اللي كان معتاد عليه قاله في التدريبات كابتن معتمد جمال عمل جلسة مع سيف الجزيري وقال له انسى فترة أسوريو دي خالص وحاول تبدأ من جديد وانا انا كابتن معتمد جمال هديك فرصة لو اشتغلت بكوة في المرات وإلا أول لما القيد يفتح في تقرير الفني للمشرفين على الكورة يعني هوصي بفكرة رحيلك عن الزمالك وممكن تبقى بر الزمالك لو الزمالك تعاقن مع مهاجم جديد مميز فخلي بالك وشد في التدريبات عشان تقدر ترجع تاني مكانك الأساسي دي حكاية سيف الجزيري مع الكابتن معتمد جمال نروح لخبر آخر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب النجاح في رفع الحجز اللي كان على أرصيد النادي في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسبب نديونات القديمة المستحقة على نادي الزمالك المجلس فوض دكتور حسام المندوق أمين الصندوق لإنهاء هذه الأزمة في الفترة الأخيرة وحسام المندوق عقد مع السيد مرزوق الكسير وزيري للزراعة والاستصلاح الأراضي وتم الاتفاق على تسوية المدينات القديمة المستحقة على النادي بالمناسبة سبق ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في رفع الحجز على أرصيد النادي بسبب مستحقات الضرائب المتأخرة ده معنى إيه؟ معناه أنه الناس اللي شغالة دلوقتي والله أنا ما بدعمهم حباً في أي شخص فيهم كلهم ناس أفاضل وناس عظيمة بس بدعمهم تقديراً فقط للظروف الصعبة اللي هم فيها الظروفهم بتتحسن بعكية نقول عمله إيه كويس وعمله إيه وحش وكل الكلام ده صعبة جداً فكل نهاية بتاخد خطوات إيجابية وبتحل بعض المشاكل فتستحق الإشاءة ده وتستحق المساندة بكل تأجد لسه مكملين معناه الزمالك محمود علاء مدافع الفريق تعافى خلاص من إصابته بالتمزق في العضلة الخلفية شارك في المران الزمالك بشكل طبيعي وبالتالي أصبح جاهز للمشاركة في مباراة مودرن فيوتشر اللي جاية في الدولة في نفس الوقت تمثل عبدالله جمعة للشفاء من الإصابة اللي كانت أو اللي كان بيعاني منها في الرجبة كان عنده كادمة في الرجبة وبقى جاهز خلاص هو كمان لمباراة مودرن فيوتشر أي لعب الزمالك دولتي محتاجه؟ أي لعب؟ أي لعب الزمالك محتاجه؟ النقص عادي كبير جدا في العناصر وفي الجودة وفي كثير من الأمور فأي لعب الزمالك محتاجه؟ محتاجه؟ تاي